طيب المخروطة ما قادرها ايه؟ هنقول مثلا هنعمل على نص كيلو دقيق يعني لو هعمل كمية صغيرة مش كبيرة هقول نص كيلو دقيق رشة من الملح حوالي 250 ملي ماية يعني انا هصب مياه كده لحد ما تلم معي العجينة عندي نص كيلو من الدقيق رشة ملح 250 ملي ماية ده للعجينة نفسها بتاعت المخروطة طيب السمن ده ايه؟ السمن ده بعد ما بعمل العجينة على البخار بحط لها السمنة وبعدين بقدم عليها ياما سكر بودرة زبيب بندق ياما عسل اسود فيه ناس بتحبها بالعسل اسود عندي نص متر من الشاش او الدباليل اللي بنعمل فيه الجبن موجود ومتوفر عندي حالة الكسكوسي او لو عنديش حالة الكسكوسي حلة وزي ما انا عملت كده فيها مصفة وغطى وبعدين عندي دقيق لفرد العجين وده مهم جدا عشان لازم العجين يبقى مفرفة يعني نفرفة عشان ما تعجنش مني وقول لكم الخطوات اللي احنا مشينا عليها بزبط هقول تاني نص كيلو من الدقيق رشة ملح 250 ملي من المياه دي عجينة المخروطة عندي كوباية من السمنة عندي عسل اسود عندي سكر بودرة وزبيب وبندق دول علشان التقديم طيب نص متر شاش ده من الاساس عشان انا هسوي فيه المخروطة حالة الكسكوسي اللي هي بتبقى حالة بتحط فيها المياه وفوقها المصفة بتاعتها والغطى دقيق لفرد العجين دي كده مقادير عجينة المخروطة هي بسيطة ولطيفة جدا خليني الاول ابدأ ما هيكبت بسم الله هاخد اللذيق هحط عليه كده في ايدي رشة ملح ايدي وبعدين هحطه بقى في العجين وممكن اعملها على ايدي انا فاكرا ما بتاخدش ثواني يعني بس احنا هنا طبعا عشان انجز في الوقت بسم الله اتنيني كده ايه شوية كده خلاص حطيت الملح خليني بقى اجيب المياه بسم الله نبدأ بقى نصوب بقى انا عايزها عجينة بس مش نعمة مسكى نفسها شوية طيب بصوا اللي عنده جهاز المكرونة يقدر يعملها ويبقى اللي هي المكنة المكرونة اللي نعمل منها اللازانيا ونعمل منها الفيتوتشيني والاسباكينتي طب لو مش موجودة ما هو زمان ما كانتش موجودة سأقولوكو انا عملها بالطريقة تقليدية عشان اصدقائنا اللي ما عندهمش يعملوها عادي جدا واحلى حاجة ان احنا بنرجع لأكلات زمان اهي كده مفوط بقى سيبها ترتاح سنة شوف بس القوان بتاعها خليني امسك القوان كده اه بس تتضرب شوي انا مش عايزاها عجينة طرية او زي البيتزا اما تخمر انا عايزاها ناشفة شوي مسكى نفسها شوي عشان لما قطعها تاخد تبقى واخدها وحفظة على شكلها وما تتريش مني تبقى عجين هاني بقى كده ارفع هوري حضراتكم بسم الله رصوا هانيني اشوف بولا هوريكم اللي مخمره واللي لسه ما اختمرتش انا اشوف دي بس بسرعة كده عندي هنا رشة بس من الدقيق احطها بقى بصوا بقى القوان بتاعها عايزاها مسكة كده انا كده باينة ولا اجي هنا خليني كده كده كويس بصوا مسكة نفسها ازاي شايفين انا بعمل فيها مسكة عايزاها نشفة شوي هاسبها ترتاح لازم اسبها ترتاح او ما فيهاش خميرة بس انا لازم اسبها ترتاح علشان لما اجي افردها ما تفضلش ترجع معايا يبقى هي سلسة واقدر افردها بالراحة واخد منها كور صغيرة قطعها كور صغيرة زي كده هوريكو في الثاني اللي احنا مجهزان خلاص وهاغطيها واسبها ترتاح شوي بصوا ملمس العجين مسكة مش عايزاها تبقى نعم من كده خلاص طيب اهي ناخد بقى كده اللي احنا عملناها بصوا بقى لما بترتاح بتبقى جميلة جدا ابقى الحاجات دي كده شوي وهيبقى جنبي لازم بولة فيها دقيق اهم حاجة دقيق في الفرد تاخد كمية دقيق كبيرة شوي بس مش مشكلة بصوا بقى اللي ارتاحت ازوريكو حضراتكو الفرق بصوا اهي شايفين صوابعي طالما بقى صوابعي علمت كده في العجينة وصابت اثر ده يبقى خلاص اهي ارتاحت وتمام وقدر اشتغل فيها لو عملتوا صوابعي كده وما بنلوش قصر يبقى استلل العجينة دي سواء عجينة تيتزا عجينة مخبوزات عجينة اي حاجة لسه شوي عليها طيب طيب اخد بقى كده هم اوكي اهو هبقى بقى اخد ايه بصوا كده 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 صغيره ورش بقى رشة كده زقيق هم 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 هوريكوا بس الفكرة بتاعتها هم 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 احنا المردنه فين ياولاد هم 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 هud هم ممكن هبقى نعمل حاجة لما هافل الطبقات كده فوق بعض دواير فوق بعض كده و أحط رقات فوق بعض و أقطعها بالأرولها رول هوليكو شكل ازاي و أقطعها مرة واحدة نيما هاعمل واحدة واحدة يعني كده مثلا و أحط شوية إيه حلوين هالي زي هنا أخد التاني أهم حاجة بس عشان ما تبقاش ماسك كده كده أنا ديه ده كله هنفضه بعدين يعني أنا مش هدخلها و أسويها بيه أنا في الوقت ده هكون مجهز إيه بقى؟ حلة فيها مية المية مش هتكون مليانة يعني تكون ربع الحلة أو تلتها فقط و حلة تكون غويتة شوية عندي بقى مصفة اللي هي بتاعة المكارونة اللي استانلس العادية التقليدية جدا و معنا معي من القاهرة أهلا و سهل حلو أيوة السلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أهلا و سهلا يفهم من فضلك يا مدام معظيمة فضل كنت عايزيكي تقرري المأجير طول ما إيه تعدلت تشتغل حاضر عشان إحنا كبار في السن حبي بتعبني أن تت الصح أتمنى لو تفتكري من وقت اللي تيني تقررين بس المأجير حاضر من عيني يا فاند أو تتحقى على جنبي كده في حيث الواحد يبقى أين تابع الحاجة داية من عيني حاضر من فضلك يعني لو تمحكي حاضر يا فاند من عينينا حاضر تسلامي ربنا يساديك يا فاند و ربنا يساديك يا فاند أشكرك يا فاند مداخلتك تفضع لي تفضع لي شرفتيني حبش نزعلكو أبدا حاضر من عينينا والله يا حاضر أنا هقول طول ما أنا شغال إحنا عملنا إيه إحنا دلوقتي بنعمل عجينة المخروطة والعجينة دي هي أكلة صعيدي طلبت مننا نطيفة هي طبعا أكلة شتوية لكن إحنا عملناها عشان تلبيت طلبتكم عملت فيها إيه عندي نص كيلو من الدقيق النص كيلو ده خدته حطت علي رشة ملح واحدة وبعدين جبت حوالي مثلا ربع لتر من المياه وصبيت العجينة وبعدين عملت إيه عملت عجينة معي بس العجينة دي نقايا المقاديرة هي نزلت لحضرتك يا فاندم على الشاشة بعد ما لمت معي بقت عجينة متماسكة وشكلها حلو كده رحت أخدتها حطتها في بولة مرشوشها دقيق وقلت إن أنا هسيبها ترتاحها طلعت العجينة بعد ما ارتاحت طبعا أنا معي برة العجين ده عندي إيه بقى عندي سمنة ودي أنا هرشها عليها بس بعد ما أسوي العجينة عندي سمنة وعندي عسل أسود التقديم ده اختياري لحضراتكم يعني اللي عايز يقدمها بعسل أسود أوكيب سكر بودرة ومكسرات كل دي حاجات للتقديم لكن مهم قوي عندي الشاشة اللي أنا هسويها فيه هي نصف متر من الشاش أو الدبالين اللي بنعمل منه الجبن عندي كمان الحلة بتاعة الكوسكوسي أو حلة عادية فيها مصفة من بتاعة المكارونة وأملة تلت الحلة مية وأحط فيها المصفة أسيبها هيطلع منها البخار وبعدين هفرش عليها الشاش وأقول حياتكم هنعمليه أنا دهتي بصوا عملت ثلاث طبقات من العجينة عشان أسهل على نفسي لأن في ناس ما عندهاش المكنة اللي تبدأ تحط فيها العجينة وتعملها فأنا هعملها بالسكينة عادي جداً عشان برضو حضراتكم تبقى عارفين وهقطع كده من الجنب بسم الله كده شرايت بصوا عرض الشريطة يبقى كده يعني بصوا لما فردها أهي تبقى كده أهم حاجة بقى في الشرايت دي شوفوا أنا عملت ثلاث طبقات فأنا هاخد منها عشان أفرفطها كده في الدقيق أهم حاجة خلاص كده وبعدين أهو بعرض حوالي مثلاً صانتي خلاص عشان تبقى برضو إيه الشرايت لطيفة معمولة وشوفوا فواصل الدقيق دي أهم حاجة أهم حاجة زي الفيتوتشيني أو الماكارونا الشرايت اللي احنا بتتبع بره أهو فرفطهم كده من بعض عايزين بقى تنجزوا في العجينة يعني هي تتعامل طبقاتي إما كل واحدة لوحدها لو ده هيلخبطك وهيديئك يعملي كل دايرة لوحدة أهو كده وبعدين هجهز بقى الحلة أنا سايبها دلوقتي هورا حاكم شكلها يبقى عامل إزاي وهجهز معاكم كمان دي هنفطها إزاي بس دي الفكرة فعلا بتاعتها هي فكرتها بسيطة بس جميلة أنا هعمل للمشاهدة الجميلة اللي اتصلت بينا في الأول إيتي أنا عايزة العجينة اللي بتتحمر أنا عايزة أقول له حديدك بقى لحاجة أخو جوزي كان بيحب قوي حاجة اسمها فيونكات بالسكر الفيونكات بالسكر دي هي العجينة اللي بتتحمر ودي عجينة بسيطة جدا ما فيهاش أي حاجة غير إن هي شوية زيت ومية ودقيق ورشة ملح وبعدين بعملها زي العجينة اللي أنا عاملها داعة المخروطة دي وباخدها أريحها وافردها على شكل دايرة أقطعها شرايط عريضة ومربعات بس بقطعها بإيه بقى في رول كده بيتباع عند المحلات تجهيزات المطبخ البلاستيك يعني اللي احنا بنلاقيه عادي جنبنا متوفر رول مشارشر فبنقطعها وبعدين أجي عند كل مربع أدوس في النص كده أقديها شكل البابيون البابيونة بتاعت البادلة وبعدين أخدها حمرها أول ما تطلع من التحمير عندنا حل من الاتنين إما إن احنا نعملها بسكر بودرة أو سكر وقرفة مجروش أو أحط عليها شوكولاتة دايبة للولاد لو أنا الولاد مش حابين يكلوها كده أو عسل دي برضو من الحاجات الجميلة هعملها لحضرتك من عناية الاتنين هعملها لك والله هملاقي أسبوع اللي جاي نعمل حاجات كده لطيفة وحاجات موجودة معانا في البيت عشان أنا كان فيه أم أسامة مشاهدة جميلة بعتتلي وقالتلي أنا عايزة حاجات نعملها بمكونات موجودة في البيت معانا مادام أحلام أهلا وسهلا أيها إزاي حبيبت قلب إزاي حضرتك يا فندم إزاي عظيمة إزايك يا جميلة الحمد لله مادام أحلام يا حبيبت قلبي حبيبتي سلاميلي أشكرك جدا جدا أنا عملت مبارح الشوكولاتة الدهن اللي هي بالبندوق تحفة 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 الحمد لله يا فندم وكالنفسي بس أنا كسفت أقولك مبارح ليه أنا زبت تلفول السوداني لقيتك عندها النهاردة طب الحمد لله يا فندم الحمد لله يا حبيبت أنا بشكر فينا لقناة المحور الجميلة اللي جايبان عظيمة وبشكر حبيبة قلبي كل اللي قائمين فيها ربنا يا شليك يا فندم من زوق حضرتك ربنا يكرمكو يا حبيبت إزاي مادام أحلامت أموري سمحت أنك إنتي هتعمل الأيس كريم تاني الأسبوع الجاي هنعمل أنواع تاني هنينة بقى بالمستكة هنينة ليكي بس كده والزبادي يا رغة بره في حاجة بقى عايزة أقول هالك حاجة جميلة جدا جدا أنا دوتها وبحبها قوي اسمها النوجة جلسية بتحبيها النوجة أنا هعمل هالك بتحبيها بالفول السوداني ولا عايزها إيه هي بالمكسرات طبعا ماشي نعمل كده جميلة جميلة قوي قوي يعني حقيقا نعمل بالسوداني ونعمل بالمكسرات عشان خاطر مدام أحلامي لا يا خبر يتدلعوا على كيفك أنا بحب أدلع الأمهات قوي قوي فوق ما تتخيل أنا بحب أدلع الأمهات قوي مدام أحلام ربنا يديكو الصحة والعاقي يا رب طلباتكو عندي غالية جدا معانا أستاذ محمد من كفر الدواري أهلا وسهلا يا فان أهلا بحضرتك إزاي حضرتك الحمد لله والله كنت أحضرتك عايز بس أتكثر عن الجنبري في صورنا بس عايز تعمل يعني طاجن جنبري؟ أه حاضر من عيني أقولك دلوقت نعنايا شرفتني يا أستاذ محمد طيب إحنا الجنبري لو إحنا جايبينه بقشره أنا بفتح الظهر أنضف القناة اللي هي المعدية بتاعته دي بتبقى في ظهره أفتحه وأشطفه بس تحت الحنفية وما بشلش القرش بتاعه يتقشر بقى على الصفرة طيب آآ عندي جزر وبصل وكرفس وتوم وآآ لو فيه كرات أوكي أنا دول بيتقطعوا مع بعض معلقة صلصة آآ ممكن طمطماية آآ أبدأ أقلب بس الجنبري مع الخلطة دي عندي بقى ملح وكمون وآآ وجستطيب وفيه كمان آآ آآ فيه خلطات بتبقى عند العطار فيها توابل سمك أو جنبري فممكن ناخدها لأن دي بتبقى فيها شوية نسبة نسبة تاني توابل أزياد شوية بتدعم الطعم جدا آآ ممكن تفرم عليهم مكعب مرأ واحد وما تحطش بقى ميا ولا حاجة رشت زيت نباتي عليه ويتغلف الطاجن ده أو الصانية دي بالفايل ودخلها فرن سخن هتشم الريحة وهو هيفرز السوايل بتاعته وهتاكل أحلى طاجن جنبري أنا بعمله كده في بيتي وبعرف شكله على فكرة بره إلي لما أطلب من الناس لو أنا في مكان ومضطرة أن أنا أطلبه أقول له من فضلك أنا عايزاك كده بالظبط فده بيبقى أحلى طاجن جنبري إن شاء الله يا رب تتدربه ويعجب حضرتك بإذن الله طيب أنا كده خلاص بصوا عملت المخروطة أهم حاجة بس فرفاتة دي بصوا بتاخد كمية دي بس كل دها صفيف الآخر راس أهي شايفين نازم تبقى كده أهو وعملناها بالسكينة ولا محتاجين مكانة والله ولا حيجة ولا بيفرق معانا الكلام ده والله عادي جدا يا سلام معانا مادام ناديا من اسكندرية يا أهلا وسهلا يا مساء الجمال على زازة يا حبيبي تاري هي كده بقى أنا عايزة أدلعكي دنهارت آه وده الاسم مفضل عشان أخوتي كلهم يقولولي كده أهي مادام ناديا حقولك يا زازة ماشي حبيبي اسلاميلي يا رب اسلاميلي مادام ناديا وتعبك ووقفتك والله حبيبتي اسلاميلي يا رب وظاهب جد تسلاميلي وكل يعني حاجة بنطلبها يعني زي الأوامر كده عسفة طبعا البتاع زمان اللي يحقوه كده ويقول شباته بيت أنا بين ايديك وأهو أنا بين ايديك وأهو حبيبيت قلب اسلاميلي يا رب تسلاميلي يا رب ربنا يخليكي يا رب مادام ناديا وانا قطولي بعندي أمهات كده ربنا يخليك إيه اللي عملتيك عملتي السياسة ولنا القطع لعملتيها بس فيها كانت بولو بيف الله نعمله هنعمل البولوف كمان بجد طلعت صحفة روح تمزودها يغلبة البولوف عليها الله الله طبعا جميلة وتسلامي성이ي يروح قلبي تسلامي يا رب أنا ربنا عوضني بجد بكم في إسلامية دي طلع جميل طبعا من إيديك الحمد لله أنا طلبة منك بس أكلات من اللحمة المفرومة حاضر غير الكفتة طبعا والحاجات طب إحنا نهاردة عامين بيدا كده الرز بالبشاميل اللي باللحمة المفرومة وشوية خضرين كن يعجب حضرتك النهار إن شاء الله أكيد كل حاجة تعمل لها بتعجبك حبيبة قلبي إسلامي وإسلام زوءك يا رب نرسيل كل الكفتة حبيبة قلبي ومشاعدينك المحترمين نرسيل حضرتك يا فندم شرفتيني شرفتيني وتحية لكل أهل إسكندرية الكرام طيب خلاص بصوا بقى أنا عملت كده بصوا بقى بسم الله أنا هعمل إيه بصوا أنا هوريكوا بس شكلها لكن أنا هوري حضرتكوا أنا هعمل إيه أنا هفتح كده بسم الله ده الشاش آي حبيبتي أوكي أنا سابتة مكيني مش هعمل أي حاجة طيب معلقة كده أنا هعمل إيه بصوا بقى أنا الأول هنفضها مديق قدام حضرتكم مش هسبقكم بحاجة هكمل وحطتها على اللي هو الشاش ده علشان البخار بدأ يطلع بصوا بقى التصفين اللي هي المصفة هوريكوا برضو الميا الميا فين مقدارها أهم حاجة ما يوصلش أبدا لما تغلي لو الميا مليانة قوي هتغلي وتنقض تطلع هنا في الخروم لو وصلت الخروم وبلت الشاش ده هتعجن وهتبقى قطعة واحدة فده مهم جدا الميا تبقى قليلة وإن شاء الله لو حاسنا لها لسه مستودش أرفع دي أزود ميا سخنة شوية صغيرة تاني من الكتل بس ولا إني أحط ميا زيادة تطلع بين خروم المصفة تبل الشاش وتعجني المخروطة بتاعتي أنا عايزة أن فلفلة كده وسخنة أنا لسه هضيف عليها السمنة وهي سخنة كده هتطلع روعة طيب دي الفكرة هعمل إيه بقى خليني طيب أخد دي بسم الله أحطها بس في طبق وأطلع نعمل تانية عشان برضو حضراتكم تشوفوا الطريقة الزي بعدين نبدأ بقى ندخل على الرؤوس كده كده أوكي هطلع دي كده هعمل إيه بقى هجيب اللي أنا مجهزة الجديد فينه يا ولاد حاطينه الشاش ورا؟ حاضر كله بالمقشارة معانا مادام فريدة أهلا أهلا وسهلا أهلا بيك يا حبيبتي إزاي حيش يا راضي كنت عايزة أسأل على خطة البسمان هعملها دلوقتي شوفي بقى اتفرجي يلا بقى الله سوف كيه تسلامي يا روح قلب إسلامي يا رب طيب بصوا أنا بنفضها كده المفوض بقى أحطها لو عاملة كمية بقى كنا بنعملها في اسمها إيه دي المنخل ونفرفطها كده ونحط بصوا بس أنا لازم ماشيين من الدقيق علشان الدقيق ده زيادة أنا بس عشان تفضل مفلفلة معايا تبقى شراية حلوة كده هحطها كده في خلاص أنا سخنت الميا المفروض وحطت المصفى وبدأ البخار يطلع وهبدأ بقى رصت كده حكت المخروطة كده نفت بس من الدقيق وتتحط طريقة الحلوة دي أكلة جميلة لطيفة وعايز أقولكو بالدقيق والمية ده يلي هو ينعمل شوية حاجات أصلا مختلفة غير عادية بصوا دي بقى اللي تفضل كتير أنا خاص مش عاوزان مش هاجي عنده هقفل بقى كده 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 أهو خلاص بعدين هحط بقى غطى الحلة ليه؟ عشان أحبس البخار اللي طالع ما يطلعش بره يبقى هي مش بتستوي يستوي بس الرقل تحت ومن فقل وهسيبها بقى على النار لحد ما توصل لدي هعمل فيها ايه بقى؟ أخد كده المخروطة عايز أحطها في حاجة واسعة فيه؟ آه في حاجة واسعة ممكن أشدي بقى من هنا كده وهو أنظف دي عشان أقلبها بالسمنة بقى كويس تقليبة حلوة ايه اهو هعمل كلاتي بسم الله كده بسو ومش لازق ولا حاجة ولا حاجة زي الأمر هيا وبعدين هجيب بقى لسمنة البلدي خليوني بقى لبس بالأمس علشان السمنة بسم الله عندنا بقى سمنة بلدي حلوة كده جميلة حاضر وعايز أجيب طبق لطيف نقدر فيه برضو المخروطة زي هذا بس هجيب هجيب سنني واحدة أجهز بس حاجاتي اذا نقدم على طول هناخد بقى شوية كده هناخد شوية كده لازم تتحطوا هي سخنة ممكن تبقى مذابة بس هي هتدوب بصوا من السخنية وفرفط بقى المخروطة كده بشكل حلو حيتة حلوة قوي والسمنة حلوة قوي حيتة كمان بسم الله امم الله الله طبعا كمية السم لحد ما تتشرب تبقى حلوة كده وتدي ريحة الحلوة بصوا بقى لونها بقى جميل ازاي ممكن بقى اخد شوية هنا مثلا اوه اعزين بقى شوية بسكر البودرة بس اوكي عايزين شوية بالعسل الاسود اوكي انا هحط من دوما ده بصراحة في الطبق عاشان طبعاً النص كيلو مش دي كميته كلها أنا عاملة أقل يعني أنا خدت منه جزء اللي أنا اشتغلته مع حضراته وهو تقريباً شوية دول فهو يعمل كويس اللي عامزين بقى كمية ممكن نعمل كيلو كامل لو أنتوا حبيت طيب هبدأ بقى إيه أخد كده عندي مصفة يا بوحمين أعمل منها لسكر هنا طلق بقى على حروف الطبق كده الحاجات الحلوة دي الله الله معانا مادام سميرة أهلاً وسهل أهلاً أهلاً بيكي إزاي حضريتك يا فاندم إزاي الصحة الحمد لله زيك أنت حبيبتي على فكرة أنا متابعة حلقاتي كلها يا خبر ده شرف ري والله وبحب الأكل بتاعك كله والله بجد يعني هنا يخليك يا فاندم تسلمين يا رب وعايز أتأل حضرتك على الأيس كريم بجميع أنواع أموري أنا أزل لحضرتك المأدير إحنا عملنا فانيليا وشوكولاتة ومانجا طيب أنا ما حضرتش الحلقة أنا أزل لحضرتك المأدير وأقولك دلوقتي حالاً من عناية عناية يا فاندم تأمور يا فاندم مشرفتين تسلمين يا رب ويسلم زوئك طيب حط شوية بندق عشان يعني إين دلعهم يعني طبعاً موجود موجود اللي مش موجود أنا عن نفسي هاكلها بسكر بودرة بس بس برضا وهحط معلقتين صغيرين أوي خفاف كده من العسل الأسود كده بس أنا مش عايزة اللي بقى يحب زيادة يحط دا يرجع بقى لحضراتك هحط هحط دا يرجع بقى دب